Diagnosis of Acute Myeloid Leukemia تشخيص سرطان الدم النقوي الحاد يستخدم الأطباء العديد من الاختبارات للعثور على سرطان الدم وتشخيصه كما يقومون بإجراء اختبارات لمعرفة المزيد عن مدى انتشار المرض هناك عوامل يجب أخذها في الاعتبار لتحديد عمل اختبار تشخيصي معين العلامات والأعراض نوع سرطان الدم المشتبه به العمر والصحة العامة نتائج الفحوصات الطبية يتم تشخيص سرطان الدم النقوي الحاد عن طريق تحاليل الدم لدى معظم الأشخاص المصابين بسرطان الدم النقوي الحاد الكثير من خلايا الدم البيضاء وليس هناك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء وعدم وجود صفائح دموية كافية وبالتالي فإن وجود الخلايا غير الناضجة التي توجد عادة في نخاع العظام ولكن لا يتم تداولها في الدم وهو مؤشر على الإصابة بسرطان الدم النقوي الحاد في تعداد الدم الكامل Complete Blood Count يتم ملاحظة هبوط كل من الهيموغلوبين والصفائح وارتفاع كريات الدم البيضاء وفي بعض الأحيان يوجد هناك هبوط في إعداد الكريات البيض اختبار نخاع العظام يمكن أن يشير اختبار الدم إلى سرطان الدم ولكنه عادة ما يستخدم اختبار نخاع العظام لتأكيد تشخيص الإصابة بسرطان الدم النقوي الحاد أثناء خزعة نخاع العظم تستخدم إبرة لإزالة عينة من نخاع العظم ويتم إرسال العينة إلى المختبر لفحصها اختبارات معملية يمكن للاختبارات المعملية لخلايا اللوكيميا تحديد جينات معينة وتغيرات الكروموسوم وكذلك العثور على التغيرات الجينية أو الطفرات ويمكن أن تحدد نتائج الاختبارات الجينية والجزئية مدى سرعة تقدم المرض ويمكن أن تساعد في تحديد خيارات العلاج عمل فحوصات النمط الظاهري المناعي باستخدام جهاز عداد الخلايا Flow Cytometry وظيفة هذا الجهاز عد خلايا الدم التي تحوي على علامات معينة تسمى عناقيد التمييز للتمييز بين أنواع الخلايا السرطانية وتحديد صنف المرض البزل القطني يمكن إجراء البزل القطني في حالات نادرة حيث يعتقد أن هناك خطر من انتشار سرطان الدم النقوي الحاد على الجهاز العصبي وفي هذا الإجراء يتم استخدام إبرة لاستخراج عينة من السائل الذي يحيط ويحمي العمود الفقري السائل الدماغي الشوكي بحيث يمكن فحصه بحثا عن الخلايا السرطانية يمكن للطبيب جمع هذا السائل عن طريق إدخال إبرة صغيرة في القناة الشوكية في أسفل الظهر اختبارات التصوير إذا كان لديك سرطان الدم النقوي الحاد فقد يتم استخدام الأشعة السينية أو التصوير بالموجات فوق الصوتية للقلب مخطط صدى القلب للتحقق من صحة أعضاء الجسم مثل القلب والرئتين ترجمة نانسي قنقر